هنا هرجع للدكتور محمد أكليش وكنت بقول على مسألة الدواجن بمنتجاتها المختلفة فرش مجمد في ليه بانيه مش عارف ايه زائد كاراتين الأطباء البيض عشان أبناء الأجيال الجديدة ناس كتير تيجي تقول ايه والله جماعة ده السعر بتاع الدواجن زاد ده السعر بتاع البيض زاد طب هو زاد ليه جماعة وانا عندي اكتفاق زاتي وهل في عندي أماء أقدر أشجع المواطن أقول له تعال اشتري من عندي هتلاقي السعر يفرق كذا في المية أو كذا جنيه يعني بصفا هو الحياة بالنسبة لمنتجات الانتاج الده جيني احنا عندنا فاكت فاكزاتي تقريبا تماما سواء اللحوم أو البيض اللحوم الدواجن أو البيض بيد المائدة طبعا ده نتيجة الجهود اللي حصلت قبل كده طيب هل السعر محتاجين ان احنا نحافظ على المنتج انه يستمر في عملية الانتاج يعني انها محتاجة حط سعر عادل عشان المنتج يفضل ينتج اه طبعا لازم المنتج يفضل ينتج علشان ما يجيش فترة يحصل ليا فجوة لان لو حصل ان هو بيخسر فهو ممكن يخرج بره دهرة الانتاج طبعا هو دي كلها بتبقى حسابات لها علاقة بيه تكلف الانتاج طبعا على الجانب الاخر طب ما هو ممكن يحط سعر اعلى من السعر او اعلى من الهامش الربح المرضي بالنسبة له طيب احنا عملنا الاتي احنا بنشجع المستثمرين ان هم يخش في مجال استثمار في مجال الانتاج الده جيني وبالتالي يزودوا من حجم الانتاج طب انا عندي انتاج بعمل منافذ علشان نفتح فرص للمواطنين ان هم يلاقوا كم كبير من المعروض امامهم عشان لو حصل ان حد بيغلي السعر اكتر من الطبيعي يبقى عندي بوابة هي بوابة المنافذ واحنا بنتكلم دلوقتي يعني مثلا وزارة الزراعة بنتكلم في حوالي 179 منفذ ثابت مجموعة منافذ متنقلة وزارة التوين لو عدينا ممكن نوصل ل8-9000 منفذ موجودين في كل قرية وفي كل نجعة بنسق مع اتحاد منتج الدواجن علشان نحط كميات اضافية من منتجات الدواجن بالكامل باسعار مناسبة جدا في كل المنافذ سواء منافذ وزارة التموين منافذ كل منافذ دول مصري كله يخش عنده كميات من انتاج الداجيني بكميات كبيرة فيقوم يحدث استقرار في الاسعار ده يعود بقى على المواطن ان هو يلاقي المنتج البديل لما يروح يشتري بني ويلاقي الراجل الجزار اللي هو بيعمله البني بيغلى عليه لا هيروح يجيبه من منفذ وزارة الزراعة أو منفذ وزارة التموين أو اي منفذ تابع للدولة المصرية بسعر ممكن يقل على حوالي 20-30% عن السعر اللي هو بياخد به يطلع بيض الحمدواجن يطلع بيض هو اقل 20-30% ممكن تقريبا بنتكلم في الرنج ده تقريبا فهيروح هيلاقي ده فرق سعر موجود طب انا ايه اللي خلينا اخذ من المنفذ ده او من المكان ده انا ممكن اخذ من منفذ وزارة الزراعة ممكن اخذ من منفذ وزارة التموين أو من اي منفذ تابع للدولة المصرية الراجل ده لما يلاقي السوق بيتحرك قدامه وديه قليات العرض والطلب كل ما زود حجم المعروض يقوم الطلب يستقر او يحدث اتزان في سعر السوق وينزل سعر السوق طبعا الراجل اللي بيحاول يغلي ده هيتطر ان هو ينزل بشكل مباشر وطبعا احنا بنسى مع كل الجهات المنتجة عندنا في مصر عندنا الاصلاح الزراعي عندنا مجموعة منافس تابعة الاصلاح الزراعي بندخها بشكل مباشر للمواطنين عندنا منافس قطاع الانتاج أو مزارع قطاع الانتاج بندخ انتاجها برضو لكل المواطنين من خلال منافس الوزارة وكل القطاعات الانتاجية تحت منتج الدواجن تقريبا كل المزارع اللي موجودة عندنا في مصر بيخشوا من خلال هذه المبادرة علشان يضخوا كمياتهم من خلال منافس الدولة بكميات اضافية وحطين يعني عربيات بتروح على طول تحمل المزارع وتيجي تحط لكل الجهات اللي عندها استعداد انها تبيع بسعر عادل وبسعر مرضي للمواطن المصر هدفنا من ده ان احنا يحدث الدزان يحدث الدزان في السوق يحدث استقرار في الاسعار المواطن يشعر بحجم الاتاحة اللي بقت موجودة عندنا في السوق الحقيقة والله احنا لما بنقول حجم كبير جدا من الضفراط حصلت في القطاع الزراعة ده فعلا امر واقع احنا عندنا يعني جهود كبيرة بوذلت في هذا المجال ولما بنقول ان الدولة قادرة على ان هي تسيطر على الاسعار زي ما عمنا بيه كده قال اه احنا جزء من العالم بنتأثر وبنؤثر في العالم طبيعي ولكن في النهاية انا دولة قوتي بتبان بقى في المواقف دي صح ان انا قادر احافظ على ما يكونش الاثر كبير علي قادر ان انا احتوي وده حصل بالفعل شفنا جااحك كورونا العالم كله تأثر صح احنا كله منصدر ما يفيد عن المواطن اللي هما كانوا خمسة مليون طن تقريبا طب قتلى اللي شك بيقين فيه مواطن برجوازي ده مش عاوز يروح المعارض مش عاوز يروح المبادرات مش عاوز يخش منفذ ذات الزراعة هو برجوازي وحر عايز تشتري من برة ما تجيش تشتكي من الاسعار وفيه مواطن للأسف عنده هاجس يجي يقولك ما اصل الحاجات دي ما بتبقاش جودتها زي ما هي البيض غير البيض الفراغ غير الفراغ فيه كلام من ده اللي انا عرف هو نفس العلف نفس التطعيمات نفس الحاجة بياخدها الكل لا خلينا اقولك لماذا اضمونة اكتر يعني طبعا كل ما في السوق كل ما هو في السوق هو بيغضع المواصفات قويسة المصرية وقاكد كله له اشتراطات محددة موجودة ولكن احنا عندنا فيه المنتجات اللي بتنزل فيه الوزارة احنا طبيعي بيكون عندنا تكسيف لرقابة بشكل كبير جدا عليه الطباء بيترينب ينزلوا ويعملوا عينات وياخدوا عينات عشوائية يتأكدوا من سلامتها حتى كمان المنتجات الخضروات والمنتجات الطازجة بيحصل برضو عندنا بناخد من السوق كله ولكن بنكسف كمان على منافس وزارة الوزارة عشان يطمئن المواطن ان احنا عندنا المنتج فعلا منتج جيد منتج عالي الجودة وبيلاقي احتياجاته فيه ويلبي احتياجاته فالجودة لأ موجودة ما فيش مشكلة يعني يمكن من اجود انواع المنتجات اللي ممكن ياخدها ياخدها من المنافس الدولة زيها زي اللي بتتبع في ادخل محل يعني اللي بتكون افضل طبعا طبعا واكسر ضمانة طبعا مضمونة بنسبة مليار في المية يكون المنافس التابعة للدولة اهو ده كلام جميل